اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلا واحد بات من السباقات المهمة التي يترقبها الجميع لما يتميز به من اسهامات مخلصة من ابناء البحرين لانجاحه سنويا وباضفائهم على هذا السباق العالمي لمسات محلية نالت على اعجاب الجميع مشيرا سموه الى المقاومات الكبيرة التي تتمتع بها مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي سنويا مما عزز من مكانتها على الخارطة الدولية لهذه السباقات جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله مساء اليوم الجمعة لحلبة البحرين الدولية التي شهدت انطلاق التجارب الحرة الاولى ضمن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفين وتسعة عشر في نسختها الخامسة عشر والتي تقام في الفترة من التاسع والعشرين الى الواحد والثلاثين من مارس الجاري واشار سموه الى الدول الكبير الذي تقوم به حلبة البحرين الدولية والقائمين عليها في انجاح هذه التظاهرة السنوية التي بات ينتظرها المواطنون ومحبوه هذه الرياضة وسامتها في نشر ثقافة سباقات السيارات على كافة المستويات المحلية والدولية وتمكنها من ادارة وتنظيم السباقات الليلية بكل اقتدار وهو ما يبرهن بان ابناء البحرين قادرون دوما على تحقيق النجاحات عبر حرصهم الدائم على رفع اسم بلدهم البحرين عاليا معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من الكوادر الوطنية المخلصة التي تسعى دوما نحو تحقيق النجاحات لوطنها في كافة المجالات ولجهودهم في الاعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي المميز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة